بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدام احنا مشينا في بناء الانسان ومستمرين في بناء الانسان حلقتنا حلقة يوم الاثنين مخصصينها للمحور المهم ده في حياتنا المحور اللي احنا كل شوية بنسمع اخبار وبنسمع احداث تخلينا قلانين على كسافة الانسانية فينا وتخلينا قلانين على قد ايه احنا قادرين نستمر واحنا بنعيش في سلام وامان مع بعض الحقيقة ان ملف الاخلاق وملف الانسانية وملف جودة الانسان هو ملف هو واجب الوقت على كل واحد فينا واجب الوقت على كل واحد فينا في ذيته واجب الوقت على كل واحد فينا في مدرسته واجب الوقت في كل واحد فينا في مؤسسته وفي عمله ان احنا نحافظ على اخلاقنا ونحافظ على انسانيتنا مش بس كده نخلي كمان اخلاقنا وانسانيتنا بتساعدنا على ان نبقى انسان فعال وكفء في حياته نرفع من خصائص الانسان عشان يقدر ينور البنيان يقدر يعمل الارض بنول الاخلاق والقيم لان القيم منورة مسؤول التنوير في الانسان هي القيم والاخلاق و احنا قبل كده اتكلمنا عن الاخلاق والقيم و اتكلمنا على ان الاخلاق بتتكون من ثلاث عناصر العنصر الاولاني هو القيمة هو المعنى المنور اللي ربنا سبحانه وتعالى انزله و جعله فطرة الانسان و بعدين السلوك و بينهم الارادة اللي هي متمثلة في النية يبقى الخلق نية قيمة بتتحول الى سلوك بالارادة و اتكلمنا على ان احنا عندنا تلات قيم مركزية و تلات قيم عليا في الشرع الشريف الرحمة اللي اخدناها من الايمان من حديث جبريل لما سأل رسول الله عن الايمان فاخدنا منها قيمة الرحمة و سألوا عن الاسلام فاخدنا منها قيمة الخير و سألوا عن الاحسان فاخدنا منها قيمة الجمال و اتفاجئنا احنا و بندرس الحالة الانسانية الان فوجدنا 11 قيمة هي 11 قيمة الفعالة في حياة الناس اللي الناس في الغالب مجتمعين عليهم فوجدنا 11 قيمة دول بيندرجوا تحت القيم التلاتة الكبرى و انتهينا من الكلام عن القيم اللي بتندرج تحت الرحمة وبدأنا وانتهينا من ثلاث قيم بتندرك تحت الخير اللي هي كانت قيمة التعاون والاتحاد والنزاهة والنهاردة عن كمل مربع القيم المكونة للخير الخير الفعال الخير التنموي الخير الذي يملأ الدنيا عمرانا إيه بقى الحاجة اللي عندنا القيمة اللي عندنا بتكمل بنيان الخير قيمة مهمة قوي لو مش موجودة الخير يا تلاشا لو مش موجودة الخير ما يبقلوش معنا القيمة دي هي قيمة أن كل واحد فينا يبقى مسؤول قيمة المسؤولية بالمناسبة المسؤولية ما لهاش علاقة بالمناصب المسؤولية شائعة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيتي الرجل راعن وهو مسؤول عن رعيتي والمرأة راعية في بيت زوجيه وهو مسؤولة عن رعيتي إذن المسؤولية مكون رئيسي في شخصية الإنسان يعني مكون رئيسي المسؤولية موضوعة في فترة الإنسان وتلاقي وزاك التلات الطفل يزعل لو أنه هو عمل حاجة غلط لأنه حاسس بالمسؤولية إحنا فاهمين المسؤولية غلط المسؤولية مش بتيجي بأن الإنسان يبقى مضغوط المسؤولية مش معناها أن الواحد يكون دايماً حاسس بأنه فيه أشياء أعباء بتيجي عليه من كل حتة دا مش معنا المسؤولية المسؤولية هو أن الإنسان يكون عنده ضمير بيدفعه أن يعمل الأشياء الصحيحة في الأوقات المناسبة لها بجودة عالية بدون أدنى ضغط عليه من أحد فالمسؤولية في الحقيقة ما لهاش دعوة بكثرة المهام والمسؤولية بتحسس الإنسان بالمدد ولذلك الإنسان المسؤول دا ممدود من الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر